اهلا بحضراتكم من جديد الفقرة الحوارية في حلقة الليلة حول الانتخابات النظم الانتخابية القائمة النسبية القائمة المغلقة المطلقة النظام الفردي انظمة كثيرة جرى تجربتها في البيئة السياسية المصرية وكل نظام له ما له وعليه ما عليه وكل نظام له مميزاته وعيوبه ما فيش نظام انزل من السماء وما فيش نظام خالي من العيوب ما فيش نظام خالي من العوار لكن هناك نظام يلائم بيئة معينة في وقت معين لتحقيق اهداف معينة وهناك نظام لا يلائم بيئة معينة لنفس الظروف بالتالي الموضوع فيه نوع من الهات والخد في الحوار في نوع من أفضل الحلول أنسب الحلول لكن في حوار وطن شغال ومبارح شفتوه على الهواء مباشرة بين ناس عندهم يحملوا فكر أن القائمة النسبية هي المناسبة والأكثر تناسبية وهي كذا 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 وفي ناس بتقول القائمة المطلقة هي الأفضل وكذا كذا دا عنده دفوع وعنده مبرات دا عنده دفوع عنده مبرات لكن هناك من يحمل فكرا لتحقيق أهداف فاسة انتخابية عايز أخذ زيادة عايز أقلل إلى آخرة بعيدا عن التجاذبات نروح لرأي عاقل رأي عاقل وحكيم عاقل وحكيم وابن الدولة لأنه رجل دولة نقدر نقول من خلال التجارب السابقة توضح للرأي العام علشان على هامش الحلولات نقدر نقول الدين يراح فيه معايا اللواء رفعة أمصان مستشار رئيس الوزراء ونائب رئيس الجاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقا أهلا بك سات الله أهلا بحضرتك الأستاذ المشاهدين أنا طولت شوية في المقدمة عشان بس أوضح للرأي العام حضرتك النهاردة ليه وإيه اللي بتكلم فيه بعدا لأن دايما نحضرتك ضيف معنا فيه القضايا الأمن القومي والفكري الاستراتيجي والأمني غيرك النهاردة بنصب كلامنا على النظم الانتخابية خاصة أنتم تابع بالتأكيد أكتر مني الحوار الدائر الصحي حول الطائمة النسبية والمطلقة الكلمة معك الحوار الوطني الجاري حاليا شيئ حميد كلنا سعداء بيه جدا ومبادرة مشكورة من السيد الرئيس أطلقها ودعا كل القوى الوطنية للمشاركة فيها وكل زو رأي وصاحب رأي يودلي برأيه فيها يعني ولكن لابد أن احنا نتيح الفرصة للمتخصصين في هذا الشأن واللي هم ملقى على عاتقهم مسؤولية إعداد المنظومة الانتخابية هو مقيد هنا الأفكار السياسية كتير جدا ومدارس السياسية كتير جدا ودول العالم بتاخد منها يمينا أو يسارا أو وسطا حسب الدراسات المتاحة في مجال العمي السياسية ومجال الأنظمة الانتخابية وأشكال الإدارة الانتخابية كل دي مسائل موجودة في العديد من دول العالم الديمقراطية مصر طبعا يعني بعد ثلاثين ستة صور الثلاثين ستة 2013 حبت تواكب المجتمع الدولي في مجال الحياة السياسية ودعم الديمقراطية وإجراء منظومة انتخابية زي مواصفات دولية العالم كله بيشترط عشان يقول ان الانتخابات دي سليمة أو الانتخابات دي كويسة انها تدار بطريقة معينة بمعرفة إدارات مستقلة زي مواصفات معينة ودي روعية في الدستور وصدر الدستور في 2014 متضمن المواد دي 208 و209 و2010 الخاصة بانشاء حيئة وطنية مستقلة لإدارة الانتخابات بجميع أنواعها حدثة تعلم ان قبل كده انتخابات الرئاسة كانت بتتوليها لجنة انتخابات رئاسية برئاسة رئيس المحكمة دي سوري العالية انتخابات البرلمانية بتوليها لجنة علية لانتخابات برئاسة رئيس محكمة السنة في الق contra انتخابات المحليات كانت بتتوليها لجنة شبه إدارية برئاسة وزير التنمية المحلية وممثلين لجهزة مختصة الدستور أنشأ الهيئة الوطنية للانتخابات لتدير كل المنظومة الانتخابية الخاصة بكل الاستحقاقات اللي وردها في الدستور المصري بطريقة دستورية سليمة ترجمت في قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات وفي القوانين المنظمة للانتخابات القانون الأم قانون تنظيم مباشرة السياسية ثم القانون النوعي قانون مجلس النواب ثم القانون الآخر قانون مجلس الشيوخ وفي مشروع قانون الإدارة المحلية المعروض على مجلس النواب المواد دي حطت إطار دستوري لابد نحن نلتزم به الإطار الدستوري الخاص بالنظم الانتخابية وتنظيم العملية الانتخابية وارد في مجموعة من المواد بعضها كان قبل التعديل في صلب الدستور وبعضها في باب الأحكام الانتقالية المؤقتة اللي تطبق لمرة واحدة فقط يعني صحيح مع حدوث تعديل للدستور في 2019 بعض الأحكام الانتقالية انتقلت بحكم صياغتها لصلب الدستور المواد دي لو استعرضناها في عجالة المادة 11 دي تتكلم عن المرأة والمساواة بين المرأة والراجل في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتفاصيل كتيرة الفقرة الثانية منها تكلمت عن تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة التي تحقق تمثيل مناسب للمرأة في المجال السنيابية مناسب مناسب وده في صلب الدستور كمان فدي لابد شيء يحترم في إعداد القوانين الخاصة بالانتخابات ننتقل المادة 102 في الدستور بتنظم شكل مجلس النواب والحد الأدنى منه والنظام الانتخابي وقالت أنه يجوز أن يجمع ما بين النظام القائمة والفردي وبأي نسبة بينهما لأنه قبل كده محددش قبل كده حعرف كان فيه طعون دستورية سابقة اللي هو لما تغلب نسبة على نسبة وعدم تكافر فرص وخلافه فهنا قال الدستور نفسه إدى إطار شرعي للنظام الانتخابي اللي هيتعمل يعني دك مرونة وعندك اللي انت عايزه عايز قوائم فقط لا مانع يمشي عايز فردي فقط لا مانع مزدوج يمشي وبأي نسبة بينهما 50-50 75-25 80-20 يعني حسب من المشارج يعني لا يوجد أي عائق دستوري بالزبط ده في المادة 102 المشكلة المصارحة حاليا أو البعض يعني بيجد صعوبة في التعامل معها في اختيار نظام القوائم بقى أي أن كان نسبة الفردي اختيار القوائم مطلقة ونسبية أن المادتين 243 و244 في الدستور كانوا بيدوا تمثيل ملائم أو يحتموا تمثيل ملائم لعدد من الفئة 6 فئات مظبوط العمال والفلاحين الشباب الأخوة المسيحيين الأخوة زاوي الهمم المرأة المرأة مظبوط المصر في الخارج والمصرين في الخارج في المدين 243 و244 قبل التعديل بتاع 2019 كانوا قالوا لدورة برلمانية واحدة فهنا اتعاملت أيامها القائمة المغلقة المطلقة دي عشان يتمكن المشرع ومعد هذه القوائم أنه هو يمثل كل هذه الفئات استحقاقا للمطلب الدستوري وتحقيقا له صحيح في التعديل الأخير انتقلت هذه المواد لأنها مواد انتقالية مؤقتة تستخدم لمرة واحدة في دورة برلمانية واحدة وهي أول دورة بعد صدور دستور 2014 إلى مواد دائمة التطبيق يعني اتشالت عبارة في أول دورة قادمة فبقى دلوقتي التمثيل الزامي فلابد أن كل هذه الفئات الفئات اللي وردها في المادة 234 موجودة ومضمون وجودها بالإضافة للمادة 11 بالنسبة للمرأة لابد أن توضع تحت بصر المشرع وهو بيحط تأسيم الدوائر أو إعداد النظام الانتخابي السادة السياسيين والمفكرين وقادة الأحزاب اللي بتكلموا أنا أتعشن بس يعني أنه هو يعني الكلام وشرح الأنظمة يعني متاح يعني ممكن تناوله يعني لأن لو مسكنا مثلا الدراسات الدولية في مجال أشكال الإدارة الانتخابية فيها مجلدات أشكال الإدارة الانتخابية النظم الانتخابية فيها مجلدات صحيح تتكلم عن نظم الانتخابية إنما أنا عشان أحط نظام انتخابي يلائم لازم الملائمة دي لابد أن يعني تحقق العديد من الجوانب أول حاجة للمطالب الدستورية ما قدرش شاو خاصة الحوار الوطني يتقال الدستور هو الأساس خلاص وما فيش مجال التعديل لا الدستور الحالي هو الدستور الأساس أنا لابد أتعامل معه طيب اللي عنده رؤية خلاف ما هو مطبق حاليا لا مانع بس يقدم حلول عملية مترجمة مشكلة في الهو ياخد على سبيل المثال محافظة من المحافظات ويقول المحافظة دي فيها عدد الناخبين كذا وعدد السكان كذا الوزن النسبي للمقعد كذا حنعمل نسبة قوائم كذا في المية وفردي كذا في المية الفردي أنت ما تقدرش تحط عليه قيود في الترشح طبعا ده ممكن تبعاده دستورية كله فردي بقى أنا أترشح أنا عايز تحطي لي صفات معينة برضو تحطي لي التصور بقى لأن فيه برضو نظام منتخاب اسمه مثلا أفضل الخاسرين إن أنا أفضل أنزل 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 عشان أحقق مطلب دستوري أو قانوني معين أخذ مثلا نمر 4 و 5 في حين النمر 1 و 2 و 3 أعلى مني ودي كيف بتحصل في عمال والفلاحين بالضبط حددك فاكر كويس أيام العمال والفلاحين طالما مثلا المقعد الأولاني جه فئات بنا ملزم طوراً عمال المقعد اللي كانت معظم الدبار المقعدين اللي أبود أجيب عامل نفطر الرابح الأول فئات ما أدرش أجيبه هروح نزل اللي بعديه لو جايب حتى ضيع في الدنيا أو لك الفرد العمال فين هاته أو لحد عمال أفضل أنزل لغاية مجيب صحيح اللي هو بيستحق هذا فاللي عنده تصور يريت وإحنا إنه يعرض هذا التصور ويلحقه بترجمة عمالية بمثال ونموذج يقول أدي محافظة كذا هتتقسم كذا هنعمل قائمة قوامها كذا فردي شكله كذا القوائم دي تبقى نسبية لو مطلقة مثلاً بنسبة كذا نسبية بنسبة كذا بحيث إنه لابد نتطلع له نتيجة في الآخر تديره المتطلب الدستوري المادة 11 اتطبقت ولا لا المادة 243 اتطبقت ولا لا المادة 244 اتطبقت ولا لا المادة 102 الحاكمة قبل دي ودي اتطبقت ولا لا هو ده الفيصل والحكم في إعداد انتظام الانتخابي إنما يعني مداعبة المشاعر والعصف على أوطار معينة إهدار مثلاً نصف يعني أنا لا أدافع هنا عن نظام انتخابي معين يعني ولكن أوضح يعني إحنا يمكن وأنا في الإعداد برة أعرفت نتيجة الانتخابات التركية أه أردوغان أعتقد 49 وكسور 49 و 15 وفي إعادة طب أردوغان لو خدت 50 و 0.5% حيبى فيه 49 و 0.5% رؤيتهم في اختيار رئيس الجمهورية لم ينخذ بيها صحيح وهو كسب على على 1.5% 1% في إجمال الاتنين يعني هل ممكن يقال في هذا التوقيت يعني إن أنا 49 و 0.5% من الشعب التركي أنا ما أخدتش برأيه خالص وأهملته ما هي نظام المجوريتي والأغلبية ده على فكرة في كل دول العالم يعني هو اللي بيحكم النظمة الانتخابية طبعا يعني كلمة إحنا في حوار حوار يعني ديمقراطية وطني يعني نغلب من المصارى العليا داخل البيت بزبط داخل البيت المصري صحيح الحوار الوطني حوار يعني ديمقراطية أبسط نبادئ الديمقراطية احترام رأيه الأغلبية من جانب الأقلية ف مش ابتزاز الأقلية الأغلبية إطلاقا إطلاقا هي المسألة يعني هو مين اللي لي رغب أن يشكل مثلا كيان بالطريقة معينة ده كل الكينات دي إصلاق للحياة السياسية وبتفيد وبدليل إن الدعوة للحوار دي عشان تسمع الرؤى الأخرى في كل مجالات صحيح يعني نقول الأسرة للمجالس النهائية نظام الانتخاب ده مش هو الأساس الحوار ده الحوار دليل محاور سياسية محاور اقتصادية محاور السياسي والمحاور الاقتصادي والمحاور الاجتماعي وكل محاور من دول في العديد من البنود استعرضها رئيس مجلس أميراء الحوار واستعرضها أمين اللجنة أمين المجلس السيد محاور فاوزي ها طبعا وهو شخصية متميزة وفكر إراقي وعنده خبرة في هذه المجالات جيدة والأساس ديارة شون برضو خبرة سياسية كبيرة في هذا المجال وكل قيادات اللي حزاب أعتقد وأنا يمكن بشاور على حاجة هنا كنا أيام إعداد مشروع القانون الإدارة المحلية في لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب برئيسة النهاب أحمد السجيني يمكن أعدنا على مدار فوق السنتين ونص أكتر من سبعة وستين جلسة لإعداد مشروع قانون وقدمت مشروعات أخرى من العديد من السادة النواب النهاب محمد عطيها الفيومي النهاب عمنام العليمي حزب الوفد قدم حزب التجمع قدم وتعملت جلسة حوار كان متبنية لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب وحوار واسع وتعملت محاكاة لكل مشروع قانون مقدم خاص بتصور انتخابات المجالس المحلية الجزية الخاصة بتشكيل المجالس المحلية وأنا بحكم المنصب السابق كمستشار رئيس الوزراء كنت أعداد الباب الخاص بانتخابات وتشكيل المجالس المحلية وعرضنا المحاكاة بتاعتنا كلها وهم حضراتهم كلهم سحبوا الاقتراحات بتاعتهم والمناقشة أصفرت عن التغليب هذا الرأي لأنه هو اللي كان مناسب لا بيحقق المطلب الدستوري الوارد في المادة 180 ده المعيار الأساسي لأن في المادة 180 في الدستور دي بتنظم تشكيل أو كيفية تشكيل المجالس المحلية طيب سيد اللي وانا يعني عايز اروح لي افتح في الدفتر أو الملف الخاص بالقائمة النسبية وتعقيدات تحقيقها والقائمة المطلقة ومزاياها أو عيوبها أنه في النهاية عندي ظروف موجودة عندي نسبة قمية موجودة ما أنكرهاش والدليل يعني نستخدم الرموز الانتخابية حتى الآن وعندي تعقيدات في الورقة يعني لما خدش الورقة هعمل ايه وخلي ايه وفي الآخر هعمل الحزبة ازاي عشان أعلم فما يناسبني دلوقتي قد لا يناسبني بعدين وما أطمح فيه بعدين قد لا يناسب دلوقتي خلينا طلح فاصل وارجل حضرتك عشان نوضح للمشاهد الفرق بين النظامين فاصل خصير ثم نعود تفضل ساتة اللواء يعني قبل الفاصل كنا بنتكلم على النظامين القيمة المغلقة المطلقة والقيمة النسبية هذا ينادي بها البعض وهذا يدافع عنها البعض الآخر لكن في النهاية انت حضرت حضرتك معيارين معيار الدستور والمتطلبات الدستورية الحتمية اتنين الظروف الحالية الموجودة ما يلاقينا دلوقتي قد يكون يعني مش هو النموذج قد يكون النموذج غير ملائم دلوقتي الفرق بين الاتنين ايه وما ينسبنا دلوقتي ايه وكمان عايز احافظ على الاحزاب كمان عايز اعمل حياة حزبية كمان عايز اعمل برلمان متنوع كمان عايز اعمل برلمان متناغم في ظروف صعبة جدا وخانخة جدا على كل المشتوى تمام هو النصوص الدستورية دي والضغابة النبيع منها ما جاتش من فراغ هو الرغبة في ان في فئات في المجتمع مش عايز اقول مهمشة للمجتمعنا كل المتجانس يعني انما كانت لا تمثل التمثيل المناسب او حتى يعني حد القدنى منه بالزبط حتى يسمع صوتها في قضاياها وغيره 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 زي الشباب اثراء الحياة تشراء عدة المستقبل صحيح الاخوة المعاقين او زي القدرات الخاصة زي ما سيد ريز بيحب يطلق عليهم يعني المصرين في الخارج وهم كتلة كبيرة ويمكن ومهمة انا من برح شايف كان فيه جلسات من عبر الزوم ما بين العديد من المصرين في الخارج وبيشاركوا في الحوار الوطني وبيبدوا رؤاهم فيها والدولة مهتمة بتقديم العديد من المزايا والحقوق صحيح التسهيلات للأقوة المصرين في الخارج وقوة بتشرف مصر في الخارج بشكل صحيح جيد جدا يعني صحيح المرأة طبعا باعتبر اهتمام الدولة كله دلوقتي بنتاخد حقات طبيعي والمادة ده المادة 11 بطول المساوى الكاملة بين المرأة والرجل صحيح في كافة الحقوق السياسية وان الدولة بتكفل هذا التمسيلي فعندي معايير دستورية لابد من اللي هو بها بالضبط لا غبار على القائمة النسبية اذا كانت النصوص الدستورية والتشريعية تتيح تطبيقها وعشان كده انا بقول ان اي فصيل متحمس لهذا النظام وانا لا اعترض عليها وعايز اطبقه ياريت التصور بتاعه او المحاكاة اللي هيعرضها يكون تصور مصاغ وفقا لمتطلبات الدستور والتشريعات القائمة وحط هنا خط تحت التشريعات القائمة ان وارد انها ممكن تتعدل ولامسنا السيد الرئيس لما تم الحديث عن موضوع الاشراف القضائي اللي وارد في المادة 210 من الدستور خلال ساعات السيد الرئيس استجاب فورا وقال اجهزة الدولة المعانية والبرلمان يدرسوا الموضوع ويتحط الصياغة التشريعية اللازمة في قانون الهاية لو طالت انتخابات او في قانون مباشحه السياسية ويتم تطبيق الاشراف القضاء الكامل بمفهوم القاضي على كل صندوق لانه في الحقيقة انا مش شايف مغضلة في هذا الموضوع تماما ولا محتاجها اي حاجة لسبب ان الدستور قال الحد الادنى للاشراف القضائي الكامل في المادة 210 عشر سنوات من تطبيق الدستور الحد الادنى طب ما قالش ده الحد الالزامي عشر سنين لم يمنع عشرين سنة من يناير 2014 مظبوط ليناير عشرين وعشرين لابد ان يكون شراف قضائي كامل يعني ايه اشراف قضائي كامل قاضي على كل صندوق ليه لفظ دارج عندنا قاضي على كل صندوق صحيح انما ما قالش بحد اقصى صحيح يعني انت بعد العشر سنين ملزم انه ما بتعملش اشراف قضائي صحيح طب انا يعني انا اخذ الضمانة الدستورية الاحسن واللي الشعب محل ثقته واداء رجال القضاء في الشراف العاملين الانتخابية حاز ثقة الشعب وبقى كله بيسر يعني هو على الاقل عشر سنين يعني ما نها كده بالزبط انه تزيد عشر انا فاهمي لهذا النص الدستور وانا فاهمي نفس الكلام اللي عنده فاهم اخر يقوله يعني هو المادة مئتين وعشر يمكن انا ما اه كتابها نصا قدامي ما تجيبوها لي يا ولاد مئتين وعشر اه ان ما قالت الانتخابات اللي بتجري خلال السنوات العشر القادمة من طريق علانة الدستور تتم تحت اشراف قضائي كامل ما قالش بقى ولا يجوز بعد كده ان يكون فيه اشراف قضائي كامل وحتى حيثيات سياغة هذه المادة من خلال المضابط ونية المشرع بزبط لمصلحة الناخب بزبط ولمصلحة تأكيد اشراف قضائي فهذا اعتقد حاجة ايجابية ان احنا نزود وقد الهيئة الوطنية للانتخابات في العديد من المواد والمادة 34 منهم بتاع في القانون الهيئة الوطنية ان هي يعني تدير العملية الانتخابية بالاطار الدستوري والقانون اللي بيطرأيها بما يحقق ضوابط الديمقراطية ومصلحة الوطن والشعب والاحزاب وكل وكل ارجع اساتي اللي هو القايمة المطلقة المغلاقة والتي يعني يدفع الدافعون والمدافعين عنها انه تناسب ظرف مصر الحالي انه عايز احافظ على المتطلبات الدستوري زي ما حدك قلت ست فئات ايضا عايز اخرج من هذه الدائرة الخبيثة في موضوع الحسابات حسابات النتيجة التأكد بالنتيجة اعلان النتيجة عملية التصويت نفسه داخل اللجنة للناس وخاصة انها عندي نسبة 120% هو في جانب اكتباعي هنا يعني انا يمكن مش عارف عصيغه ازاي ولا اتكلم فيه ازاي حيث قد تكون اقدر مني في هذا انت عارف احنا عندنا من اول الساعة تسعة بالليل هو ايا كان موعد غلق السنديق كل الانصار والمؤيدين واللجان المتابعة والناس كلها اللي قامت بجهد في عملية انتخابية بينتقلوا لمقر لجان الفرز صحيح وكله مستني النتيج اعلان الارقام والحصورات ثم انتقل اللجنة العامة وياخد يعني يمكن القامة النسبية في اعلان نتائجها ممكن تستغرق عدة ايام وقف عندنا الثقافة بتاعتنا انه مش هفلع اه اللي قاعد هنا فيه على كرسي وقاعد تكيف وكده ما بيشوفش اللي بيحصل في الريف وفي الصعيد ايه اللي بيحصل احنا بنشوف الكامدة وحشوفت هزا كلام في الانتخابات هو الانتخابات دائم ينسياتك دائم النوع نقول ان جزء منها تشريعات ونصوص قانونية يلتزم بها القائمين على يدارة العملية الانتخابية وجزء اخر اه الخبرة في ادارة العملية الانتخابية والمبارسات على الارض فاحنا عندنا طباعة معينة في الدعاية الانتخابية عندنا تقاليد معينة في الفرز في المتابعة الانتخابات في اعلان النتائج اعلان الفرحة من جانب المرشحين الفائزين وابداء الاعتراض دايما موقف اوائي حاجة بشكلة وباخر من جانب من لم يوفق يعني كل دي امور وابداء المسلودة افعالها يعني يعني يعودوا بقى خمس ست ايام ولا اكتر ولا اقل او بالما تتحس بالعملات الحسابية ونسب كل حزب ولو خد عدد مقاعد قليل مثلا نتيجة الاصوات اللي حصل عليها هيقدر المقاعد دي يحقق فيها الصفات اللي الدستور او جابها ايوة اللي هما الست فائزين دي اكتر مشكلة دي ها يعني دي اكتر مشكلة في القامل النسبة دي الوقت فعناش كده انا بقول بقوا ناشد يعني المتحمسين لهذا النظام وقد يكونوا على حق وقد يكونوا يعني محقين في هذا ورغبتهم على العين وعلى الرأس من جانب القائمين يمكن انا مليش دور حاليا في القصة دي انما القائمين لا يمنع في هذا ويرحبوا بهذا بس يقرن التصور بتاعه بنمازج نمازج رقمية عددية ورقمية ونمازج حية وترجمة دقيقة لنصوص الدستور والقانون سواء قانون البشرة قانون مجلس النواب والاهم الجزء اللي انا خايف منه اكتر اللي هو التطبيق هذه التشريعات على ارض الواقع في عملية انتخابية معقدة في ظل بيئة ثقافية ومجتمعية وموروث احنا شايفينه حالك شفته بتاكتر انتخابات واحنا شفناه انا عزيزة اللي هو كمان فيه ناس بتتكلف الموضوع ما حضروش عملية انتخابية كاملة بفرزها بمشاكلها باخناءاتها بتحداتها الامنية في الريف عملية انتخابية الجوانب اللوجستية والادارية والتنظيمية فيها بتاخد جانب كبير جدا التشريع يعني لما كنا منلتقى حتى بالناس اللي هينزلوا في إدارة العملية الانتخابية بنقول التشريع ده من أسل ما يمكن انت بتقرأ مدتين تلاتة اربعة خاصة بتنظيم العملية الانتخابية حتى لو اكتر من كده شوية انما الممارسة العملية والتعامل مع كل اطراف العملية الانتخابية يعني عندنا في التشريع ده مبدأ دولي يعني مدى نجاح التشريع أو الحكم على نجاحه وجودته بما يحققه من نسبة رضا لدى أطرافه أو المتعاملين معاه لأن كل قانون اللي هي أطراف صحيح لو مسير تخلون مجلس النواب وفي أطراف في الجهة مشرفة على عملية الانتخابية يدارة عملية الانتخابية الهيل الهيل وعطني الانتخابات مرشحين في أجهزة الدولة اللي بتتولى الجانب الإداري في المرشحين وعنصارهم والمرشحين طبعا بتصنيفاتهم باتجاهاتهم بتنافسهم مع بعض كل دي أطراف فال مدى قبول هذه التشريعات لدى كل هذه الجهات بتتحسب وبقول في الآخر ايه الأفضل النتيجة ايه والبوتقة اللي بتصدر منها ايه وكمان القائمة النسبية ستلي برضو قد تتفق معي انه جرناها قبل كده وقدت الى تدمير أحزائها ما هو المبارسة الحزبية لها أصول ويمكن احنا برغم يعني قانون الأحزاب كان صدر قانون عربين سبعة سبعين وحصل عليه بعد التعديلات والتجربة الحزبية عندنا برضو تعتبر وليدة يعني اه كان لها تاريخ عريق مكلم على تجربة حال الخمسين انما بعد كده فترة كان لها شكل آخر ومنابر وتطورها وحاجات زي كده انما نقدر نقول ما زالت لسه الصورة السياسية لم تتبالور زي الدول اللي بيشوف فيها كيانين كبار جدا صحيح جمهوري ديمقراطي عمال ومحافظين عندي ميد حزب السلام متوظرين مع ال يساري ويميني حاجة زي كده وبعدين مجموعة من الأحزاب الصغيرة والمتوسطة حواليها احنا يمكن الحياة السياسية بتدعم بشكل كبير جدا من 2013 بعد 36 وبعد الزخم اللي تم بعد حداث 25 يناير وبدأ اتبان أشكال أحزاب دلوقتي على الساحة يعني عندنا أحزاب يعني زمان لما كنت تسأل حد قول لي كم حزلوا في مصر ما يعرفش او اذكر لي حزبين ثلاثة يعني ما يضارش انما دلوقتي نقدر نذكر أسماء عديدة من الأحزاب وكلها بتشتغل على الأرض وكلها بتبزي المجهود وفيها نوعيات جيدة من الشباب والشيوخ والمرأة وكل الفئات ممثلة فيها الكل طبعا وده طموح مشروع انه عايز يبقى له دور يمثل ويمثل بقوة ويبقى لي مقاعد في البرلمان بغرفته ايا كان الشكل او كذا وكذا وده هذا حق مشروع ومحل تقدير واحترام ولكن لابد ان يتم في الاطار الدستوري والتشريع القائم الدستوري لما ساسبه التشريعي قابل ودي سيد رئيس اعلانها هو قلب نفسه والحوار نفسه قال قال ان يعني الحاجة اللي محتاجة تعديل يدرسوها واخدوا القرار المناسب صحيح فاتمنى من الجميع ان احنا نحط مصر نصبه عيوننا صحيح هي في المقام الاول استقرار الاوضاع في الدولة المصرية في ظل التحديات التي لم تكن ترد على خاطر اوبان صحيح غير مسبوك في كل العالم صحيح يعني يعني ممكن فيه ناس المتخصصين يقدر يستشعر خطورة امر خلال ايام في الولايات المتحدة الامريكية موضوع رفع صقف الدين مش كتير من الناس يعني ستتوقف امريكا عن سداد فواتير عليها شوف مدى تأثير ده على العالم كل شكله ازاي يعني حرب بين روسيا ووكرانيا وفي قرات اخرى بعيدة عننا واشوف مدى تأثيرها في كل صغيرة وكبيرة وكل شردة وردة ازاي فنحط في ذهننا بس انه في مرحلة فارقة وبنتعرض لضغوط يعني غير مسبوقة اه فرضتها علينا الظروف العالمية اه يمكن على السوشال ميديو ورايب بيتم تداول خريطة المصري كده ومحاط بيها نيران من كل تجاه يعني لهب 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 حرار صحيح يعني ده يمكن وده وقع عمرو ما حصل على مدار التاريخ ما نقدرش نفتكر كده خالص يعني صحيح يعني ازا في جابهة فتحت لك كده في ناحية من النواحي بتقدر تتعامل معاها لكن عندي جابهة ليبيا السودان ادي غزة وشكل متواصل ومشاكله غير الحروب اللي مرورة من الرؤول حقيقة امور البلاد والاحزاب السياسية لان هي عليها صحيح عليها يعني عبء كبير في استيعاب ما يدور حولنا وانها تتماشى معاها وتتماشى مع الدستور ومع القانون مع الوضاع اللي حوالينا بحيث ان الامور تتم صحيح بالشكل المرضي لكل الاطراف المشورة جدا ستل وشار رستيني مع حضرك والحياة الحوار يعني لم يكتمل اكيد هيبقى في جولة اخرى من الحوار لانه احنا في هذه الفترة فترة حوار مهتاجين من ينير الطريق بحكمة وخبرة ربنا وفعنا جميعا بشكرا جدا ستل وقا رفعت خمصان مستشار رئيس الوزراء ونائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطن الانتخابات سبقنا بشكرا كنتم معنا شكرا في هذه الحلقة مشاهدة الكرام انت وقتي دمتم في امان الله